اكيوت ترانس فيوشن جرافت فيرسوس هوست دي سيز دي احنا ذكرناها ابلي كده لو انتم فاكرين في اللي هو الالوجينيك بون مارو ترانس بلانتيشن زي وزي بالضبط زي الترانس فيوشن احنا بناخد الترانس فيوشن من شخص وبنقله شخص اخر وترانس بلانتيشن بناخد الارجات من شخص ونقله شخص اخر طب ايه رأيك ان ممكن يحصل حاجتين ياما يحصل تفاعلات كده اسمها الهوست اللي هو بيستقبل والجرافت اللي هي الحاجة المنقولة طب يحصل تفاعل بينهم هم الاتنين ويحصل مشاكل حنشوفها دلوقتي يبقى الليمفوسايتس اللي هي صحية صحة حيوية بتاعت الدونر بتاعت اللي هو متبرع مع الارجانز بتاعت المستقبل بس الارجانز دي بيكون عندها خصائص انها عندها قدرة على التجديد الايه السريع بنفس الوقت الشخص ده عنده الجهاز المناعي بتاعه مثبط هابط طيب فيه لخبطة بين الايه الدونر والريسيبيانت اللخبطة دي على مستوى حيسمها دي قصة خطيرة جدا وبالتالي بتاعت الدونر تتفاعل مع الانتشنز او اللي على الارجانز بتاعت الريسيبيانت ويحصل مشاكل كتيرة في جسمه سكين يطلع راش طفح ريثروديرما جلد بتاعه يحمر الليفر يحصل التهابات في الليفر وانسداد في القنوات المرالية يوم يحصل تحويش للبلوروبين والبلوروبين يرتفع في الدم جوندس صفرة الجي اي تي جهاز الهضمي يحصل سيفير ضايرية اسهال شديد مع سيفير بين مع علم شديد البولمارو نفسه ممكن يتأثر بالموضوع ده ويحصل فيه بان سايتوبينيا هبوط حاد في الانتاج الخلايا كلها عشان كده بان سايتوبينيا ازا بست كارا تكنولوجي ترديوز زا ريسك يعني احنا عايزين نتفادر الموضوع ده اللي هو ترانس فيوجين اكيوت جرافت فيرسوس هوست ديسيز اللي انا احطيت الاختصار بتاعها تي اي جي في اتش دي الحل نتفادها ازاي نعمل جاما للدونر ليه عشان تو اين اكتيفيت يبقى انا هركز على الحتة دي مهمة او اعمل جاما يبقى الكيس بتاع الدم اعرضه لاشاعة الجاما هعمل اين اكتيفيتشن بالتالي قصة كلها منعتها وتفادية ايه جرافت فيرسوس هوست ديسيز